أؤكد لكم اليوم أن الحكومة سوف تعمل بكل قوتها لتنفيذ توصيات فخامة الرئيس وأن تستلهم من المراجعة المستمرة من مجلسكم الموقر الذي يؤدي دوره الرقابي مصارات لتطوير الأعمال المختلفة كما أن الحكومة سوف تعمل على متابعة مشاكل المواطنين والتعرف على حاجاتهم والعمل على حلها وسوف نواجه بكل حزم أي تجاوز من جانب الجهاز الإداري أثناء أداء الخدمات للمواطنين السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب السيدات والسادة أعضاء المجلس الموقر سنضع بين أيديكم وثيقة تفصيلية لبرنامج عمل الحكومة تضم أكثر من ثلاثمائة صفحة توضح بشكل جلي مصارات وبرامج عملنا استعرضنا في هذا البيان جزءًا يسيرًا منها ونرحب بجميع الأراء والتوصيات عقب دراسة البرنامج من مجلسكم الموقر لنقر معاً مصارات عمل الحكومة للفترة القادمة ونحوذ ثقة أعضاء السلطة التشريعية ممثل الشعب تتعهد الحكومة بالالتزام برفع تقارير متابعة الأداء والنتائج إلى البرلمان بشكل دوري لضمان الشفافية والمساءلة وتحقيق الأهداف المنشودة كما ستعمل الحكومة على عقد مؤتمرات صحفية منتظمة لإعلان هذه النتائج وتوضيحها للرأي العام المصري بكل وضوح وشفافية إن هذا الالتزام يأتي في إطار حرص الحكومة على التواصل المستمر مع المواطنين وإطلاعهم على كافة المستجدات المتعلقة بتنفيذ البرامج والمشروعات الوطنية مما يعزز الثقة المتبادلة ويضمن تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في كافة المجالات إننا نشهد اليوم بداية مرحلة جديدة من العمل الوطني نؤكد فيها التزامنا بتحقيق ما تعاهدنا عليه ونسير بخطة واثقة لتحقيق مستهدفات برنامج عملنا في المدى الزمني المحدد مستندين إلى نهجٍ تنمويٍ مستدام يُلبِّ احتياجات الحاضر ومتطلبات المستقبل نتطلع معاً إلى غدٍ أفضل نتشارك من أجل استكمال مسيرة بناء وطننا ونعمل جميعاً بتفانٍ وإخلاص واضعين رفعة الوطن صوب أعيننا وصالح المواطن على رأس أولوياتنا موقنين بأن الله لا يُضيع أجر من أحسن عمله وفَّقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته